بسم الله الرحمن الرحيم و السلام عليكم و عبوث و رحمة الله amin طامة كبرى ا ابتلي بها كثير من مسلمين اليوم الى ما رحم ربي وهو من احد الاسباب الرئيسية التي ابتلان بها او التي ابتلين بها رب العميس سبحانه وتعالى بسببها بالكوارث و مصائب الكفر بالله يوميا كثير من الناس الى ما رحم ربي يكفر بالله يوميا مستخفا برب العميس سبحانه وتعالى مستهزئا به الرسول صلى اللهạt Jag Samimi يقول في الحديث من حلف بغير الله فقد أشك في رواية الأخرى من حلف بغير الله فقد كفر مقولة تكتب بماء الذهب قالها عبدالله بن وصعود رضي الله عنه وقال من حلف بغير الله قال لأن أحلف بغير الله صادقا لأن أحلف بالله كذبا حب إلي من أن أحلف بغير الله صادقا هل يبقى لكم الجملة دي خطيرة جدا عبدالله بن وصعود ليه لأن أحلف بغير الله طبعا عبد الله بن مسعود لا يتكلم إلا بعلم ولا يتكلم إلا بعلم منقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يحلف بغير الله صادقا اتكب إثمان أشد من الذي يحلف بالله كاذبا وهو كاذب يعني اللي بيقول وحياة النبي أو النبي والنبي والنبي أو وحياة أمي وحياة أبويا ورحمة أمي ورحمة أبويا وحياة المصحف وحياة ديني وحياة العشرة دول وحياتك عندي وحيات عناية وحيات أولادي وطبعا صيغ الحلف في غير الله لا تحصن لا تحصن لا تحصن لذلك يجب علينا أن نتقل الله سبحانه وتعالى أولا هتسمع واحد بيحلف غير الله وتسكت والله أصبحته شريكا الناس اللي بتقول والنبي 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 تتوبئ الله سبحانه وتعالى أنت بتكفر بله سبحانه وتعالى وتعتقد كبير من أكبر الكبائر تعرفين معنى ومعنى لما تقول والنبي مرة واحدة ونبي هتلي بتاعدي أو نبي هتلي بتاعدي أو تقول وحيات أولادي هتنتجبت اسما أكبر من أن تقول أقسم بالله العظيم ثلاثة وانت كذاب يعني لو واحد قال أقسم بالله العظيم وعقد الأيمان وهو كذاب لم يبلغ الاسم إنه هو يقول وحيات أولادي لأن الكفر لا يعجبه شيء لذلك لو لماذا قالوا كفرت الموضوع ده أنا كتقول لا إله إلا الله المحمد عليه وسلم لأنك كفرت من كان حالفا فليحنف بالله فإن كان حلفا فليحلف بالله أو ليصمت لذلك حتى الحلف بالله كثيرا يصل إلى كبيرا جمع ربنا سبحانه وتعالى يقول حلاف هماز مشاء بنميم فلا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنحلاف فإذا كسرت الحلف من سفة المنافقين ولا تجعلوا الله عرضة لا إيمانكم أن تبروا وتتقوا وتسلحوا بين الناس فليتقول لها تبتقي الله أحدش يقول أبدا والنبي 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 يتبتكب كبيرا من أجل كباء يتبتكب كبيرا والصفهاء اللي بيقول بعض الصفهاء يحلف بالله بعدين بعد بيحلف بالله يحلف بأيمان أشد وأغلص عنده يقول إيه وحيط والله العظيم وعاية أولادي عصر كذا وكذا كأن اللي قدامه مش هيصدقه لو قاله عاية أولادي لكن لو يصدقه لم يقوله وحد أولادي وأولاده عنده أعز وأعز عليه من أبدا سبحانه وتعالى يعني مش هيصدقه لم يقوله الله لكن هيصدقه لم يقوله وحد أولادي ما هذا السفا وبعد الصفهاء يخصم بالنار يبعد على القهوة يقول وحده النار دي وله وبعد الصفهاء يقول علي يقول علي الحرام من ديني ونحصل يقول في الحديث من حرم دينه من حرم دينه على نفسه فإن كان كذبة فيما يقول فهو كما قال وإن كان صديقه لم يرجع إلى ديني بخير يعني أنت بتقول علي الحرام من ديني أنا ما عملت كذا لو أنت كذاب يبقى أنت خرقت من دينك فعلا وأصمحت كافر من أجمل الكبائم إزاي نسكت إزاي لما تسمع واحد يقول وحد أمي وحد أبويا أو وحد يقول وحد النبي وحد النبي وحد النبي بعدين خلي إياكم الأغاني الأغاني مليئة بحرف غير الله والشباب اللي بيرحص الأغاني ويرددها وحيات عينك وفداها عليها وحيات قلبي وأفراحه وحياتك عندي وحياتك عندك كل الأغاني طبعا الغناء حرام ونشرع خصوصا الأغاني الغناء حرام ونشرع همش بنتكلم في دواتي في موضوع الغناء هم بنتكلم أن الغناء أيضا يزيد التينة بلا أنه فيه حرف غير الله كلمة النبي اللي هي البانة فوق الناس الناس بتجعل من نبي صلى الله عليه وسلم ندى لله أحد الصحابة أحد الصحابة قال للرسول صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت فغضب الرسول صلى الله عليه وسلم غضبا شديد وقال له أجعلتني ندى لله قل ما شاء الله لا تحطنيش مع ربنا سبحانه مجرد أن تقول الموضوع ده عليك على ربنا وعليك أنت كفرت بالله ده شرك أصغر الموضوع ده على ربنا وعليك انت كفرت بالله فلما بتقول انت بتحلف غير الله انت جعلت ندى لله جعلت الشخص اللي انت بتحلف بيه ده او جعلت نفسك لما بتقوله حياتي او حياتك جعلت اولادك ندى لله متهن الكفر ازاي تتجرأ على الرب الان سبحانه وتعالى بهذا الشكل فهو اللي بيسمع ويسكت اصبح شريكا وان اذا سمعتوا ايات الله يكفروا بيها ويستهزئوا بيها فلا تقوضوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير انكم اذا مثلهم ان الله جامع منافقين وكافينا في جهنب دميع سيدنا عمر وسيد ابو بكر واحد منهم وبعثوا غلاما لهم بعثوا غلاما لهم ليقضي عليهم حاجة فلما تأخر قال قال احدهم ربما كان سيدنا عمر هكذا فلان ما ننسله لقضاء حاجة الا وتأخر انه رجل نؤم كسول فعضل رجل وكان مظلوما فذهب ابو بكر وعمر الى الصلاة السلام وكانوا جائعين قال رسول الله نحن وجائعون فقال لهم اي جوع قال لهم والله الذي نفسي بيده لقد قدمتما اني والله اني لقارة لحمة اخيكم بنا ثانياكم انا شايف لحمه بين سلامكم لانهم اساءوا الظن بيه او واحد منهم بس اتكلموا تاني سمع وسكت معلقش عليه يعني سيدنا عمر بكر سكت معلقش ازمح شريكا افضل اتنين في الامة بعد رصوص عسل ويقعوا في الغيبة مهم كبائر فلما تسمع واحد بيشتم ربنا قدامك ويستخفر ربنا ويقسم بالله بغير الله قدامك بكلمة والنبي 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 هتلي اقوله واحد امي واحد ابوي او اي شيء بغير الله يجب عليك ان تنهى وتقول له اتك الله ربنا ده واحد بيشتم ربنا قدامك مش بيشتم واحد او مش بيختب واحد ده واحد بيسيء الرب العام سبحانه وتعالى امامك وتسكت اصبحت شريكا فيادي تنتقل الله سبحانه وتعالى توبة من الموضوع ده انك انت اقسم او انذر نازرة بينك من ربنا سبحانه وتعالى انك اذا فعلت ذلك اخرقت الصدقة لله مرة والتانية حطبطك واعرف انك لها ما تقول كده لازم تتوب وتقول لا اله الا الله ما تقول وحاية امي وحاية ابوي او وحاية النبي انت بتستخفى برب العام سبحانه وتعالى وتجازب فيني بديني ككل فلازم تتوب الى الله سبحانه وتعالى وتقول لا اله الا الله محمد رسول الله ويرجع عليه اذا انت كفرت برب ربنا سبحانه وتعالى حفى عليك كفرت فانا هكتب لكم الكلام ده تحت فيل ونسخون شون نرش هذا العلم فيه سفاضنا عظيب معلم علماء فلو اجر معنى بديماء من القيامة لا انقذ ذلك من قولي وشانا تقشيش تفعيل الجرس واشراك في قناة لسناكم القديم تساعدون عشر سنجل مايه اقول قول هذا استخدامي